ويقرأ المختصون بالاستقرار المجتمعي والظواهر الطارئة في اتساع ظاهرة التسول الأجنبي في العراق خطرا كبيرا يهدد الأمن القومي العراقي لأن نسبة عالية من المتسولين بلا أوراق أو موفقات رسمية ما يسهل الأفلات عن عيون الأجهزة الأمنية ما يضع مسؤولية مباشرة على المجتمع للحد من مخاطر التسول التفاصيل في تقرير الدكتور أحمد صلاح الدين تعد ظاهرة التسول من أسوأ المظاهر التي اشتاحت العراق في العشرين السنة الأخيرة وبالتحديد منذ عاصفة تخريب النفوس التي أحدثها إرهاب داعش بإجبار الناس على مصادر رزق بديلة بعد تدمير بيوتهم ومصادرة أرزاقهم قبل أن يتحول العراق إلى ساحة كبيرة تستوعب المتسولين من جنسيات أخرى لا سيم الهندية والباكستانية وبعض الجنسيات العربية ويصف مختصون التسول بالمهنة المستهجنة في عالم أوسع للجريمة المنظمة والدعارة وتجارة المخدرات بينما لم ينسى أحد المواطنين مشهى السرقة الأطفال من متسولات في سياق تجارة البشر المفتوحة على كل الاحتمالات وأضمن هذه المعادلة غير المتوازنة مع طبيعة تركيبة المجتمع العراقي قال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي إن ظاهرة التسول الأجنبي في البلاد تعمل وفقا لأجندة عصابات الجريمة المنظمة وبأخطر صور الاتجار بالبشر عبر متسولين يتم تهريبهم إلى العراق تحت مسميات مختلفة مثل العمالة والزيارات الدينية والسياحية وأيضا التمويه بصفة لاجئ وبينما لا تمتلك المؤسسات المختصة رقما حقيقيا لأعداد المتسولين فإن الرقم القريب بالمعادلة الانتشار في الشوارع يصل إلى نصف مليون متسول أغلبهم من الأطفال والنساء ما يتطلب تعديلات للقوانين المتعلقة بالتسول وتجديد الرقابة على المتورطين به ويعد التسول الألكتروني والصحي والتستر بأنشطة إنسانية واجتماعية هي آخر صور التسول التي تستنسخ بعضها لمختلف أنواع الفساد من الطفل الذي يتسول في الشوارع ساعات الليل والنهار إلى النساء التي تستعطف الناس في وقت واحد وهو ما يؤكده الكشف بشكل متواصل عن متسولات أجنبيات متورطات بتجارة البشر ليبقى حائط الصد المتقدم بتجديد العقوبات ومحاصرة التسول خارج حدود العراق لا بين أحيائه وطرقه